قبل الفاصل كنا بنجاوب على سؤال جميل قوي يعني من ضمن الأسئلة اللي احنا بنجاوب عليها ان هي طفلة عمرها خمس سنين وقلنا الوزن المفروض يكون قديه وقلنا ان الوزنها يكون مفروض 18 كيلو بس الحقيقة انا عندي اضافة شوية في الاجابة بقى مش لصاحبة سؤال بس لحضراتكم جميعاً ليه؟ لان موضوع الوزن ده الحقيقة ركزوا بقى شوية قوي اكتر بقى يعني اعرف انكم مركزين بس ركزوا اكتر موضوع الوزن ده من ضمن الحاجات اللي لو عارفين فيها المعلومات الصحيحة هتحسوا بالارتياح الكبير جداً 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 هقولكوا دلوقتي قصدي هتفهموا قصدي دلوقتي حالة مش بس كده ده لازم الأطباء اللي بيشوفوا ولادكم يكون عندهم وعي كامل بالمعلومات اللي انا بقولها دي لان دي اللي بتفرق المصار ما بين هل هذا الطفل او هذه الطفلة لا قدر الله يعاني من حالة مرضية او يعاني من نقص وزن مرضي ولا هو يدخل في الاطار الطبيعي لانه في الاطار الطبيعي ده ما فيش داوة ما فيش مرض انما لو في حالة مرضية لازم نعالجها انا عايز اقول لكم انه قبل الفاصل قلنا جبنا 18 كيلو بتاعة الخمسة بتاعة الخمس سنين دي ازاي قلنا العمر بالسنين في اتنين زاية التمانية والمعادلة دي لغاية سن خمس سنين ما فوق الخمس سنين لا بيبقى فيه طريقة تانية اسمها البادي ماس اندكس بيبقى الوزن على مربع الطول بنشوف النتيجة هتطلع قد ايه وبنشوفها هتطلع ما بين 19 و24 او ما الى ذلك يعني الوزن بالكيلو جرامات على الطول تربية يعني لو الطفل مثلا طوله متر وعشرين يبقى 1 و 2 من 10 فو 1 و 2 من 10 الوزن على ال 1 و 2 من 10 فو 1 و 2 من 10 بس عايز اقول لكم بقى حاجة هي دي المهمة قوي فيه فرق ما بين الوزن المثالي والوزن الايه الطبيعي زي ما بنقول كده مثلا ضغط الدم اضغط الدم المثالي 120 على 80 لكن ضغط الدم الطبيعي يقول لك ايه بيتراوح ما بين مثلا 105 ماشي الى 150 سوري من 110 الى 100 الى 125 مثلا او احيانا 110 الى 120 ده بيبقى رنج وتحت التمانين دي ممكن تبقى من 75 الى ما يقارب التسعين تمام طبيعي ده طبيعي يبقى فيه فرق ما بين المثالي وفرق ما بين الطبيعي طيب انا بقى دلوقتي اب او ام بيتابعونا وعندنا مقترة ان احنا نوزن طفلنا سواء بميزان جبنا في البيت او رحنا مكان وما اكثرهم يعني دلوقتي الحاجات دي موجودة في الصيدليات الموازين اللي هي الديجيتال يعني بنكتب الوزن قديه بس بنصحكم انكم لو هتكرروا الوزن ثبتوا المكان يعني يا اما نفس الميزان بتاع البيت عارفين زي انظمة الريجيم والحاجات ما تقعدش توزنه كل مرة في حتة لانه الاحاجات دي بتفرق يعني تمام؟ يعني حتى لو قالوا لكوا ايه الله ده ميزان البيت مش مش مظبوط قوي بس هو بتاعكم بقى يعني انتوا ماشيين عليه طب الطفل يلبس هدوم تقيلة ولا بتقمه وعلى طول اعملوا حسابكم ان الهدوم دي مثلا وزنها حوالي 300 جرام او نص كيلو مثلا يعني ده بتكلم حتى في الشتاء يعني خلاص كده طيب ايه بقى الفرق ما بين المثالي والطبيعي خدوا بقى القعدة يظل وزن الطفل في الاطار الطبيعي يظل وزن الطفل في الاطار الطبيعي نفتح قوز يعني الطفل ده مش عيان اذا كان النقص من الوزن المثالي او الزيادة لم يتجاوز 25% من الوزن الاصلي اللي هو الوزن المثالي ايه الكلام المعقد ده هقول لكم مثل زي عادتنا مع بعض علشان تفهموا قصدي خلاص لو قلنا ان الطفل مثلا عنده سنتين ولد او بنت الوزن المثالي ان الطفل ده يكون وزنه 12 كيلو ده المثالي حلو الكلام ده ايه المثالي خلاص بتفرق فوارق بسيطة ما بين الولاد والبنات على فكرة بس الافرج او المتوسط هو 12 كيلو يبقى طفل عمره سنتين 12 كيلو بالمناسبة ممكن نطبق المعادلة العمر بالسنين اتنين العمر بالسنين في اتنين زائد 8 يبقى العمر بالسنين اتنين في اتنين اربعة زائد 8 يبقى اتناشر صح كده هتبقى قاسات زنته هتبقى ده كترة جمدين جدا بعد كده خلاص يبقى الطفل وزنه المثالي الولد او البنت وزنه كام 12 كيلو وبكرر عند نهاية السنة ما بيبقاش في بداية السنة ولا في نصة خلاص كده اتناشر كيلو يبقى ده الوزن ايه المثالي القاعدة اللي لسه ايه لها ايه عندما لا يتجاوز النقص او الزيادة 25% 25% يعني ايه يعني الربع صحي كده يبقى ربع الاثناشر كام اتناشر كيلو ربعهم كام هم تلاتة كيلو كل الناس اللي الوقت يسمع معايا هو انا اكاد اكون سمع يبقى الاثناشر ربع الاثناشر كام تلاتة كيلو يبقى لو وزن الطفلة او الطفلة دي اللي عندها سنتين ها اللي وزنها المثالي المفروض يكون اتناشر ها اذا لم يتجاوز النقص او الزيادة 25% يظل في الاطار الطبيعي ناخدها بالنقص الاول يعني الطفلة دي او الطفلة ده وزنه الطبيعي يبدأ من كام من تسعة تخيلوا طبيعي اه طبيعي بس لا نورمال يعني طبيعي احنا ما نحبوش انما يظل طبيعي مش حالة مرضية نشتغل بقى على الحاجات دلوقتي هقولكو ازاي نزود الوزن بطريقة طبيعية بطريقة صحية قصدي كمان مش طبيعية وبس بطريقة صحية حلو الكلام يبقى من تسعة من تسعة كيلو ها فما فوق الطفلة او الطفلة اللي عندهم سنتين طبيعيين المثالي 12 ويا ريت نبقى كلنا مثاليين وولادنا مثاليين انما طب 11 طبيعي 10 ونص طبيعي 10 طبيعي تسعة طبيعي بس تسعة ده على الحد الادنى بقى او طحان يعني خلي بالنا قوي وبالعكس بقى لو خدناها بالزيادة مش احنا قلنا النقصة وزيادة 3 كيلو اللي هما 25% من المثالي اللي هما اللي هو الـ 12 يبقى 3 كيلو يبقى الطفل ده وزنه المفروض ما يعديش 15 بس ده الحد الاعلى في الطبيعي خلاص انا ليه بقول لكم الكلام ده لاني زي ما اقول لسه ايه لكم من شوية ده بيفرق في المصار في المصار الطبي او المصار العلاجي هل هذا الطفل مريد يعني نحط له عنوان الطفل ده عيان ولا مش عيان خلاص لو خدنا الطفل اللي هو وزنه زايد وزنه 14 14 ونص المهم انه هو ما يعديش الـ 15 ده كده زيادة ده سمعنا ده الدكتور قال لنا ده احنا شفنا عنه المفروض يبقى 12 ماشي يبقى عنده زيادة وزن 3 كيلو بنعمله دايت بنعمله رجيم بقى بنشوف بقى ايه الحاجات اللي بيأكلها اللي بتزاود الوزن ونبتدي احنا نرعيها ونخلي بالنا منها ونعوضها بخضروات حاجات كتيرة قوي طب لو بالنقص بنعمل حاجة لطيفة جدا بنشتغل على زيادة مساحة الكتلة العضلية وزيادة كسافة العظام اللق رجعنا تاني للحاجات المعقدة لا ابدا يعني ايه ازود مساحة الكتلة العضلية عند الطفل يعني اهتم بمحتوى البروتين ما هو البروتين هو اللي بيبني العضلات اه البروتين يعني اللحمة ابدا اللحمة والفراخ والسمك دي بروتينات حيوانية لكن فيه بروتينات نباتية لا تقل في الاهمية خالص في الموضوع دا بقى خالص زي ايه زي الحمص زي البقليات زي العدس والحاجات دي كلها زي الفو كل الحاجات دي بروتينات من اصل نباتي بتزود مساحة الكتلة العضلية بتاعت الجسم يبقى لو طفل دلوقتي وزنه منخفض أنا كأم وأب أزود له وزنه إزاي هقول لكم بقيت المعلومة دلوقتي خلاص موضوع أو حلوة وبتنكلم فيه أزو أشتغل على محورين المحور الأولاني زيادة مساحة الكتلة العضلية عن طريق الاهتمام بمحتوى البروتينات في غزاء هذا الطفل مرة جديدة ليس البروتينات المقصود بها البروتينات الحيوانية فقط وإنما البروتينات الحيوانية مهمة فراخ لحمة سمك لكن عندنا مصادر تانية ببروتينات زي ما قلنا بقوليات وما شابه والكلام ده كله وحمصه بتاعه وحاجات دي كلها خلاص ومشروم مع فكرة المشروم من الحاجات بس الناس كتيرة مش متعود عليه ولو أنه أسعاره حلوة المشروم من أغنى المصادر الطبيعية للبروتينات المشروم ده مهمة قوي قوي خلاص كده إيه تاني انت قلت حضرتك أو بلاش حضرتك انت قلت نزود مساحة الكتلة العضلية أو بنزود كمان كسافة العظام أو نخلي العظام بتاعته تقيلة حاجة زي الرياضيين كده أيوة نهتم بمحتوى الغذاء الخاص بالطفل المحتوي على الكالسيوم آه أصدك بقى الكالسيوم اللي هو اللبن ومنتجاته والزبادي أبدا ده أحد مصادر الكالسيوم اللبن ومشتقاته إنما في مصادر أغنى في الكالسيوم حاجات غير اللون هبيض أنت بس عندكم قناعة جزء كبير منكم إن أهم مصادر الكالسيوم هو اللبن والبيت خالص الأهم منهم الخضروات الخضراء أي خضار لونه أخضر أي خضار في الدنيا لونه أخضر في كالسيوم بوفرة أي خضار ورقه لونه أخضر وتتشلبه بقى كده وتفكره في طرق إعداده عشان الطفل يأكله خلاص ما أنتم ما تقولوش آه الخضارة هو فيه أخض بس يا طرق هيأكله إزاي لا اتصرفوا بقى مش أنتم مسكين الموبايلات على طوله وتدخلوا على النت وبتا ادخلوا بقى شوفوا طرق بقى إزاي تعملوا الحاجات الخضروات الخضراء دي السبانخ دي مليانة كالسيوم السبانخ فيها كالسيوم زي زي الحديد يعني الكالسيوم أعلى قصد مشهورة السبانخ إن فيها حديد الكالسيوم في السبانخ أعلى السبانخ والملوخية والبقدونس والجرجير كل حاجة خضرة كل حاجة السلق عارفين السلق بتاع القلقاس ده ده فيه كالسيوم يبقى أي منتجات ورق أو أي خضروات ورقية لونها أخضر فيها كالسيوم بالإضافة إلى السمك بالإضافة إلى البيض بالإضافة إلى اللبن ومشتقاته لبن ومشتقاته يعني إيه يعني لبن صريح لبن حليب يعني بس طبعا لازل الطفل بقى أكتر من سنة تمام جبنة طبعا جبنة خالية الملح أو حتى الجبن المطبوخة ده حتى في الإعلانات يقول لك مش عارف الجبنة الفلانية مدعمة بالكالس خلاص كده تمام طيب نيجي بقى لفزورة جديدة يبقى عرفنا أن الطفل خلاص وزنه الطبيعي يبدأ إزاي قلنا عندما لا يتجاوز لا يتجاوز النقص أو الزيادة 25% من المثالي واتكلمنا عن النقص لأن النقص بيشغل البال أكتر الزيادة على فكرة برضو مش حلوة بس قصدي إيه سهل إن إحنا بندى للأطفال بقى حاجات بيتخنوا حاجات سكريات وبتاع فنسيطر عليها إنما دايماً بتبقى المشكلة في إن إحنا أزود الوزن إزاي وأنا أقول لكو دي زيادة الوزن بطريقة صحية لأن فيه مهوارد لو أنا أدت للطفل ده حاجات مسكارة وحلويات وزنه هيزيد بس وزنه هيزيد وسنانه هطبوز والسكريات عنده هتعلى في الدم أما يبقى زود وزنه بطريقة صحية أفضل تمام طيب وقلنا إزاي بنزود الوزن بطريقة صحية عن طريق الاهتمام في غزاء الطفل بالمحتوى بزود محتوى البروتين في غزاء أو بزود مساحة الكتلة العضلية وبزود كسافة العظام يعني بالبلد كده بخلي عند الطفل عضلات أكتر وعظام أقوى طيب أعرف منين أن الطفل ده المفعوز ده بياخد احتياجاته من الكالسيوم ومن البروتينات طريقة بقولها لكو دايما طريقة دي اتعلمتها برا طريقة معتمدة جدا وحديثة جدا جدا وسهلة أكتر مما تتخيل بنجيب ورقة وبنقسمها بنعمل فيها جدول مكون من 21 خانة يعني ازاي 3 في 7 3 كده 3 عواميد في 7 بالعرض 3 بالطول و7 بالعرض يبقى الجدول ده فيه كم خانة 3 في 7 بكام 21 خلاص كده التلاتة رمز لإيه رمز للفطار والغداء والعشرة 3 مرات في اليوم صح كده والسبعة رمز لإيه رمز للأسبوع الله مش معنى الأسبوع لأن وحدة تقييم الغذاء عندنا في الطب بالنسبة للأطفال تبقى بالأسبوع يعني ما ينفعش انت تقولي إيه يا دكتور أنا ابني مكلش فراخ مبارح لا تقوليني مكلش فراخ بقاله أسبوع أو مكلش بروتين بقاله أسبوع أو مكلش حاجة فيها كالسيوم بقاله أسبوع بس حيطة في مشكلة إنما هي مش باليوم خلاص كده يبقى عندنا 21 خان ونعمل ورقة للبروتينات وورقة للكالسيوم مثلا يعني هنكتب إن دي ورقة البروتينات ده جدول البروتينات وده ورقة الكالسيوم وطلعوا بقى من المصادر سواء اللي أنا قلتها أو زودوا عليها إيه الحاجات اللي فيها بروتينات وإيه الحاجات اللي فيها كالسيوم حلو كده كل ما الطفل يأكل حاجة فيها بروتينات أيا كانت كميتها الله دخد معلقة زبادي ماشي هو كلها كده كده دخلت في الحساب ده ما خلصش حبة الخضار اللي أنا عام لهم له خدهم هي مش بالكمية هي بالمبدأ نفسه كل ما يأكل حاجة فيها بروتينات مثلا أو فيها كالسيوم في الورقة بتاعة الكالسيوم اعملوا علامة خلاص المفروض الجدول فيه كم خانة 21 خانة صح كده إذا كان وتعالوا في آخر أسبوع بصوا طبعا أنا واسق أنا واسق أنا عارف أنا عارفكم هتلاقوا الجدول ده أنا عارف هتلاقوا بعد كده المفروض أنهم ثلاث خانات كده بالعرض وسبعة بالطول فيه ناس كتير قوي هتلاقوا بيعدوا الجدول يعني اللي هو إيه ده النهار ده كل ما شاء الله ست حاجات فيها يا كالسيوم بس ما علينا يا خلاص يعني عشان العين بقى والعجب دي كلها هنعلم علامات لو عدينا في نهاية الأسبوع ولقنا العلامات دي 15 فأكثر يعني 15 علامة من الـ 21 اتطمنوا أن طفلكوا بياخد احتياجوا من المادة الغذائية دي إيه رأيكم في اللعبة دي حاجة حلوة جدا صح كده وتتطمنوا وتبقى الحكاية زي الفل ويبقى لكم دور مهم في مراقبة النظام الغذائي لولادكم مش بس كده تطوير النظام ده وإزاي أنكم تعملوه بشكل أفضل أو بشكل مثالي الطريقة اللي أنا بقول لكم عليها دي بتتعامل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول كتيرة جدا جدا وبتحقق نتائج مزهلة مزهلة خلاص